التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو نيصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله وزيرة خارجية تانزانيا لبراطا مولى عن اتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تانزانيا مؤشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمسندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال واشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مسندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلوات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن من جانبه أشهد رئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مسندة الصومال منذ نيله الاستقلال مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في المجالات التنموية كافة أعلنت وزارة الخارجية تقدم مصر بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة للتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نمو يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتدعياتها الواسع على الاقتصاد المصري بشكل خاص والدول النامية بشكل عام بما في ذلك في إطار المحافل الدولية ذات الصلة وذكرت وزارة الخارجية أنه من المنتظر مناقشة مشروع القرار ضمن أعمال المؤتمر الوزرية الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقررة عقده بمقار المنظمة في جناف خلال الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر من يونيو الجاري قال الرئيس الأوكراني زودمي زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا في صد القوات الروسية بمنطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد كما ذكر زيلنسكي في كلمة مصورة أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف وتحرر الأرض أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن تشودو التزامهما الراصخ بمواصلة دعم أوكرانيا حكومة وشعبا وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمريكتين اتفق الزعيمان على مواصلة تعاونهما الوثيق بشأن مواءمة العقوبات والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية وغيرها من أشكال المساعدة ومواصلة العمل مع الشركاء والخلفاء للحفاظ على الوحدة كما بحث الجانبان تعميق الشراكة الثنائية بشأن مجموعة واسعة من التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية أعلنت شرطة ولاية ميرلند الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة شخص واحد في حدث إطلاق نار بأحد المصنع في شمال الولاية وقال قائد شرطة مقاطعة واشنطن دوغلس مولندور في مؤتمر صحفي إن المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطي من ولاية ميرلند أثناء محاولته الفرار بسيارة ونقل المشتبه به والشرطي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاق بعد إصابتهما بأعيرة نارية في الواقع أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 45 إصابة مصخوبة بأعراض وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المؤكدة في الصين إلى 224 ألفا وخمسمائة وثمانين حالة ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5126 حالة نهاية مجزة تسعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر